تشكل التوجيهات الملكية السامية لتخلق حالة من الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمواطنين منذ بدء الجائحة فجاء توجيه جلالته حفظه الله ورعاه بتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع دون استثناء وبشكل مجاني بما يشمله هذا من خدمات الفحص والعلاج والإقامة في المستشفيات ليتبعه بعد هذا تقديم اللقاحات للجميع مجانا منذ إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم وفي هذا السياق وجه جلالته بتوفير اللقاحات للمواطنين المقيمين خارج المملكة ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لتبدأ وزارتاء الصحة والخارجية بالتنسيق مع المعنيين لإطلاق حملة تطعيم البحرينيين في الخارج التوجيه الملكي بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بحريني جاء بهدف مواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات الجائحة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية كل هذا أدى لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والصحي في المملكة لتواصل المؤسسات عملها دون توقف أو تعطيل لمشاريع الدولة مدعومة بمجتمع واع يحرص على الالتزام بالتعليمات وتطبيق الاشتراطات الصحية اشتركوا في القناة